كشف أثري جديد في منطقة سقارة الأثرية بجوار هرم المالك تيتي، أول ملوك الأسرة السادسة عثر على المعبد الجنائزي الخاص بالمالكانت زوجة المالك تيتي البعثة المصرية التابعة لوزارة الأثار ومكتبة الإسكندرية ويرأسها عالم الأثار زاهي حواس عثرت على أبيار دفن بعمق يصل إلى عشرة أمتار وبداخلها أكثر من خمسين تابوتاً خشبياً من عصر الدولة الحديثة منذ حوالي ثلاثة آلاف عام وعليها كتابات ورسومات ملونة تمثل عقائدهم الجنائزية ومناظر لتقديم القرابين نضيف ملكة جديدة لم تكن محروفة من قبل وهذه الملكة نيت كانت زوجة الملك تيتي أول ملوك الأسرة السادسة طلعنا 22 بير داخلهم توابيت وموميوات داخل أحد هذه الأبيار عثرنا على 54 تابوت ومومية نشاط مكتبة الإسكندرية بيتلخص في كلمتين الإبداع والتراث الإبداع الفنون والأنواع السخافة المختلفة ودي موجودة التراث عندنا متحف الأسار ومتحف المخطوطات إلى آخره جينا في 2018 بعد أن توليت دارة المكتبة رأيت أنه لابد أن يكون لنا نافذة على الأسار الفرعونية لأنه ليس من المتصور أبدا أن أغلى سلعة في العالم كله وهي سلعة الحضارة المصرية الخديمة لا تكون جزء من عمل مكتبة الإسكندرية ومن أهم ما تم العثور عليه كانت أجزاء من بردية تمثل أحد فصول كتاب الموتى يصل طولها إلى أربعة أمطار هي عبارة عن طلاصم كتابات مصرية قديبة بالخط الهيرغليفي لضمان سلامة وعبور المتوفى للعالم الآخر بسلام الله هي كتابات تساعد المتوفى لاجتياز الحياة إلى العالم الآخر بسلام هذه كانت فكرتها كما تم العثور على قطع أثرية منها أقنعة خشبية ومشغولات وتماثيل صغيرة معروفة بأشابتي تعود إلى العصرين الحديث والمتأخر كما عثر على لوحة حجرية في حالة جيدة عليها مناظر لأحد الأشخاص وزوجته عثر أيضا على مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية وبعض الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حياتهم اليومية أكثر من بعثة أثرية تعمل في منطقة سقارة واحدة من أغنى المناطق الأثرية في مصر ويتوقع العلماء أن أغلب كنوز هذه المنطقة ما زالت مدفونة تحت الرمال سمر بشات العربية سقارة